أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشددت على ضرورة وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المدولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع جرار منطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقام